بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد سؤالي اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك أيضا يتعلق بزكاة الفطرة البعض من الأحبة يسأل يقول ماذا ندفع من زكاة الفطرة ما هي الأجناس التي ندفعها في زكاة الفطرة حنطة شعير تمر ما هو الشيء الذي يدفع كزكاة فطرة يقول سماحة السيد الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم شن القوت الشائع تمر ما عرف التمن ما هو الشيء الذي يشاع استعماله في البيوتات قال الشيء المتعارف حيث يتعارف عندهم التغذي به على سبيل المثال الطحين أو التمن وهكذا سواء أكان من الأجناس الأربعة يعني سواء أكان من الحنطة والشعير والتمر والزبيب لاحظوا عزائي أو من غيرها كالأرز والذرة لا أشكال في ذلك وأما ما لا يكون قوتا شائعا بلي فسماحته لا يجيز ذلك لا يجيز ذلك فالمقدار على سبيل المثال إحنا البعض يدفع أعيان والبعض يدفع أموال فإذا كان أعيان يأخذ الطحين ويذهب به إلى الفقير ويتصدق زكاة الفطرة ومو يقول له زكاة بإمكان يقول له هدية أو يعطيه بأي عنوان كان لا يشترض أن يقول له زكاة فطرة بلي ويمكن أن يقدمها على شهر رمضان كما يذكر سماحته يجوز تقديم زكاة الفطرة عن يوم العيد عن يوم العيد يجوز تقديمها ويستحب أن يكون بنية الدين أو القرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويمكن أن يكون نقدا يسلمه إلى الحاكم الشرعي يسلمه إلى الحاكم الشرعي فتبرأ ذبته إن كان غنيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصيامكم ويجعل أيامنا أعياد ببركة محمد وآل محمد